أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي دعم مصر لسيادة واستقرار ووحدة ليبيا وخلال كلمة ألقاها أمام مجلس النواب الليبي في بنغازي شدد جبالي على أن مصر لم تألو جهدا لدعم مصار التسوية السياسية انطلاقا من حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم ووحدة أراضيهم لقد دأبت مصر على التأكيد بالقول والعمل على حرصها على دعم سيادة واستقرار ووحدة ليبيا الشقيقة ولم تألو جهدا لدعم مصار التسوية السياسية للأزمة الليبية انطلاقا من سوابط راسخة لا تقبل التجزئة ألا وهي حق الليبيين فالحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة أراضيهم بعيدا عن الأيدولوجية أو القبلية أو المناطقية التي تدفع إلى تقسيم الدولة الليبية ومن أهم تلك الثوابت مبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية التي تهدف إلى استعادة السلم والأمن وبناء مؤسسات الدولة الليبية من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في أقرب فرصة ممكنة